السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين أهلا بكم لأمسية مساء يوم الجمعة المبارك أبتدي هذه النشرة بالعناوين الرئيسية مدينة التوبة تنظم سكانها اتصاما هاشدا استنكروا فيه عدم وقوف السلطات المسؤولة معهم في مشكلة الفيضانات وفي تحقيق صحفي بضحايا داكار ذكروا مسؤول المدارس الابتدائية أن العديد من هذه المدارس غير جاهزة للاستقبال الطلاب في الموعد المحدود ويعاني مواطنون الأرمورفير من مشكلة عدم توفير المعدات اللازمة للقطاع الزرائي ومشاكل عديدة أخرى بعد هذا الفاصل تعطيكم الأنباء مباشرة مع أنهم الفضل محمد إبراهيم مرحبا بكم مجددا بدعت نقابة الصحة اطرابها ولمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من يوم أمس القميز حيث خلصوا قدماتهم الصحية في المستشفيات إلى عدنى حد بدعت نقابة الصحة اطرابها ولمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من يوم أمس الخميز حيث قلصوا خدماتهم الصحية في المستشفيات إلى أدنى حد وبالنسبة للحالات الطارئة وقال الأطباء المضربون بأن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة بينها وبينهم والتي تعود إلى عام 2014 وأكد الأطباء أنهم إذا لم يجدوا مطالبهم كاملة سوف يقومون بإدراب ولمدة خمسة عشر يوما يحصرون الخدمات الطارئة في مستشفى واحد فقط كما سينظمون مثيرة هادرة نظموا سكان هيدامات في مدينة توبة عتصاما حاشدا استنكروا فيه عدم وقوف السلطات المسؤولة معهم في مشكلة الفيضانات في المنطقة حيث أصبحت عدة منازل محجورة للمزيد من هذا التقرير نشاهد وصيانباو نظم سكان حي دماط في مدينة توبة المحروسة اعتصاما حاشدا استنكروا فيه عدم وقوف السلطات المسؤولة معهم في مشكلة الفيضانات في المنطقة حيث أصبحت عدة منازل محجورة وكذلك مسجد الشيخ صالح بك حيث لم تؤدى فيها صلاة منذ شهرين كاملين بجانب أن الأمراض بدأت تظهر لدى الأهالي بسبب المياه العكرة والمتراكمة وقالوا بأن الوسائل ما رأوا منها أي شيء وتوجسوا أن تبقى المشكلة إلى حين مواجد ذكرى نفي الشيخ أحمد بن بن بك خادم الرسول احتجوا بعض السيدات في إقليم سين لوي استنكارا للقانون الذي يحضر الحجاب في المدارس المسيحية للمزيد من هذا التقرير معنا أبد الخادر فال قضية الحجاب أثارت من جديد ضجة كبيرة إعلامية في أوسات المجتمع السنغالي من جديد بعدما أصدرت مدرسة ديجيا ماريس المسيحية قوانين لمنع الحجاب وقالت متحدثة في المنطقة في سين لوي أنهم سيواصلون حربهم ضد هذا القانون المرفوض دينيا ولفتتن التعليلات التي يرفعها المسيحيون ضد هذا القانون الذي يمس مقدساتنا الدينية على أنه ليست حقا لن تمر هذه الفكرة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وبنص صريح في محكم تنزيله في سورة الأحزاب آية تسعة وخمسين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين ونتمنى أن يتم حصم هذه القضية الحصاسة لأنه ليس من صالح أحد منا اعتناقها على وجه الاستمرار وندعو كافة المسؤولين الكبار المسيحيين وأولياء التلاميذ بالتخلي عن هذه المشكلة والتوجه نحو التصامح لأن المدارس مسيحية بحتة لكن بناتنا لم يلتحقن بها مجانا فعلى كل منا أن يحترم المقدسات الآخر يذكر أن مثل هذه القوانين التي تفرض على إزالة الحجاب في المدارس المسيحية ليست وليدة اليوم لأن هناك مدارس مسيحية أخرى كمدرسة لوردو في سورو زينيور وديكلين في الجنوب إي أم بي في بوجو كلها تطبق هذا القانون منذ عام 2009 وأضافت أن التصافي والتصالح لهما حدود وقد نفد صبرنا شكرا عبد القادر فعل في تحقيق صحفي قام به المندوبة الدائمة لقناة والفجري بذهاية ذكر ذكر مسؤول المدارس الابتدائية أن العدد من هذه المدارس قير جاهزة لاستقبال الطلاب في المعد افتتاح المدارس يوم الأربع القادم للمزيد نشاهد التقرير التالي في تحقيق صحفي قام به المندوب الدائم لقناة والفجري بذهاية ذكر ذكر مسؤول المدارس الابتدائية أن العديد من هذه المدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب في موعد افتتاح المدارس يوم الأربع القادم ففي مدرسة مستفى خالجاي الابتدائية ما زالت مياه الأمطار داخل الفصول والحالة مماثلة لذلك بالنسبة لمدرسة بيكين شمال وقال مسؤول المدارس بأن شعار وزارة التربية والتعليم الافتتاح والدراسة في يوم واحد لا يمكن تطبيقه بالنسبة لهذه المدارس رفع الجنود المعقونة صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعانون منها أشدت المعاناة بما في ذلك الأراضي الموعودة دون إنجاز عدم تسجد التعويضات المالية للمزيد من الشهد والسيامبو رفع الجنود المعوقون صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعانون منها أشد المعاناة بما في ذلك الأراضي الموعودة دون إنجاز وعدم تسجد التعويضات المالية وقالوا بأنهم قد قابلوا رئيس الوزراء فوعدهم وعودا معصولة دون إنجاز على الرغم من اللجنة المكونة بالخصوص وللتعبير عن مشكلاتهما فقد بدأوا الإضراب عن الطعام إلى أجل غير محدد في شمال البلاد بدأت السلطات المحلية نقل المواطنين الساكنين بالقرب من البحر تجنبا في اتياح المياه منازلهما على حد تعبيرهم للمزيد نشاهد التقرير الآتي في شمال البلاد بدأت السلطات المحلية نقل المواطنين الساكنين بالقرب من البحر تجنبا من اتياح المياه منازلهم على حد تعبيرهم وقد استنكر بعض المواطنين هذه المبادرة معتبرين أن من شأنها حرمانهم من حقوقهم الأمر الذي أنكره السلطات على لسان أحد النواب عمدة المنطقة والذي صرح أن معظم المواطنين قد وافقوا على هذه المبادرة وأنهم لا يتراجعون عنها أبدا وقع حادث حركة في بنك لينغ مما عدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح للمزيد نشاهد التالي حادث حركة في بنك لينغ مما عدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح وذلك إثر التقاء السيارتين وقد أفاد المراسل دائم لقناة والفجر في المنطقة أن تكرر الحوادث في المنطقة أصبح عادة مما جعل من الضروري القيام بالإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة في منطقة بنك لينغ في الأمر فيل يعاني المواطنون من مشكلاتنا عديدة بما في ذلك عدم توفير المعدات اللازمة في القطاع الزراعي للمزيد معنا أستاذ حسين جوف في الأمر فيل يعاني المواطنون من مشكلات عدة بما في ذلك عدم توفير المعدات اللازمة في القطاع الزراعي حيث لا يجدون أي دعم من طرف الجهات المعنية كما يعاني الأهالي من تكرر حالات الإصابة بالأمراض والطرق المؤدية إلى المنطقة كذلك غير معبدة مما يعطل حركة المرور ويطلبون من السلطات المبادرة لحل هذه الأزمة رفعوا العاملين في شركة FTO صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعيشونها بما في ذلك الفضل الفجائي للعاملين وبدون مبرر وكسرة الساعات الإضافية من دون التعويض للمزيد نشاهد التخرير الآتي رفعوا العاملون في شركة FTO للنقل العمومي صوت الاستنكار للظروف الصعبة التي يعيشونها بما في ذلك الفصل الجماعي للعاملين وبدون مبرر وكسرة الساعات الإضافية من دون تعويض ووصفوا الشركة بأنها لا تحترم حقوق العاملين المتعارف عليها دوليا وطلبوا من المسؤولين إعادة النظر في هذا السلوك في حق العاملين كان زاكا عقر خابر محلي لهذا الأسبوع مع أستاذ حسن جوف الآن ننتقل إلى الصفحة الخارجية ونرجع إلى السيديو بواسطة سفنة رفعة ناجحت السلطات المصرية ثلاثاء في انتشال المركب الغارق يوم الأربعاء الماضي قرب السواحل المصرية وعلى متنهما بين أربعمائة وستمائة مهاجر غير شرعي غالبيتهم مصريون متوجهين إلى أوروبا الجنوبية وعثرت فرق الإنقاد على 33 جثة أخرى أثرت رؤية حزنا شديدا في أوساط العائلات باكتشاف الجثة الثلاث والثلاثين ترتفع الحصيلة الجديدة للقتل في حادث الغارق إلى مئتين واثنين قتلاً فيما نجا نحو 160 أخرين من الموت ويتوقع أن يرتفع عدد القتل في هذا الحادث بعد تفتيش الجزء السفلي من السفينة الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة MH17 أسقطت أثناء تحليقها في شرق أوكرانيا بواسطة ساروخ روسي أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو هكذا أكد ممثل الدعاء دوليون شاركوا في التحقيقات حول الحادث فريق التحقيقات أكد أن المنظومة الساروخية المسؤولة عن إسقاط الطائرة وهي من نوع بوك تم إعادتها إلى روسيا بعيد الحادث الرد روسي جاء سريعاً نافياً مسؤولية موسكو ومتهماً التحقيق بالانحياز إن روسيا تشعر بخيبة أمل بعدم حدوث تغيير بشأن تحقيق تحطم طائر بوينغ إن استنتجات الادعاء الهولندي تؤكد أن التحقيق منحاز ومسيسة توجيه الإدانة إلى طرف بصورة تعصفية وتلفيق النتائج المطلوبة صار أمراً معتدلاً لزملائنا الغربيين ونحن نتسأل متى سيكفون عن هذا الأمر أما أوكرانيا التي طالما اتهمت روسيا بالتورط في إسقاط الطائرة وتأجيج الصراع شرق البلاد فاعتبرت على لسان رئيسيا بيترو بوروشينكو أن نتائج لجنة التحقيقات دليلاً دامغاً على تورط الروس إنه دليل دامغ على من نفذ الجريم البشع ومن المسؤول عن هذا الهجوم الإرهابي وأودى الحادث الذي وقع في يوليو من عام 2014 بحياة جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 298 شخصاً ومعظمهم من الهولنديين بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانوناً يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 من سبتمبر مقاضات المملكة العربية السعودية يرى محللون أن المملكة قد ترد الفعل بتقليص تعاونها مع واشنطن على مستوى العلاقات الأمنية والتجارية وكان الكونغرس قرى يوم الأربعاء قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية المعروف بجاستا ويقول موفد يورونيوز في واشنطن هذا والو تحول في رئاسة باراك أوباما ونكسة لعلاقة التحالف الطويلة بين واشنطن والرياض ويعكس هذا التحول إلى أي مدى تضاءل التأثير السعودي في واشنطن الأسبوع الماضي صوت مجلس الشيوخ على قرار يقيد مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأيام مجل الصداقة السعودية الأمريكية ولت وانقضت بحسب محللين بسبب عدم توقف القصف الروسي على مدينة حلب السورية قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده على وشك تجميد محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في سوريا وأضاف كيري القول إن قصف حلب الآن لا يغتفر وأعتقد أننا على وشك تجميد المحادثات لأنه بات من غير المنطقي وسط القصف المستمر أن نجلس ونحاول أن نأخذ الأمور بجدية من جانبها قالت موسكو إنه لا نية لديها لتعليق غاراتها الجوية الداعمة لقوات النظام في سوريا في هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بلادها تشدد على ضرورة الفصل بينما أسمتهم بالإرهابيين والمعارضة السلمية داعيتنا الولايات المتحدة أولا ثم من لديهم تأثير في المنطقة أن يعملوا وفق ما يؤدي إلى ذلك الفصل على حد تعبيرها ويقوم النظام السوري مدعوما بروسيا وبقية حلفائه بخصف حلب بغارات جوية مدمرة هي الأسوأ منذ خمس سنوات وقد قتل حوالي أربعمائة مدنيا الأسبوع الماضي عدد كبير منهم من الأطفال قتل شخص على الأقل ووصيب 108 آخرون جروح بعضهم خطيرة في حادث قطار وقع في وقت هروة الصباحية بمحطة هوبوكين في ولاية نيوجرس الأمريكية بحسب حاكم الولاية كريس كريستي القطار دخل إلى المحطة بسرعة كبيرة ولم يتوقف في المكان المخصص له ليخرج عن مساره محدثا أضرارا جسيمة في المبنى وانهيارا في السقف رغم أن أسباب الاستضام لم تكشف بعد لكن كريستي أكد أنه لا وجود لدلائل على أن الحادث مدبر إحدى النجيات قالت لقد خرج سائق ووجهه مغطى بالدماء عندها بدأنا نلاحظ خروج المزيد من الجرحة إصاباتهم كانت أكثر خطورة لقد شعرت بقوة الصدمة لكن ذلك لا يقارن بما شعر به المصابون كل ما أعرفه أنني تمكنت من الخروج وقال شاهد عيان أعمل كمهنديس الشحن إن صدمت شخصا أو سيارة وأنا بسرعة 50 ميلا في الساعة يمكن أن أستخدم مكابح الطوارئ لتوقيف سيارتي لكن قطارا بنفس السرعة يمكن أن يسير ميلا ونصف الميل قبل أن يتوقف القطارات ليست كالسيارات إنها تكمل طريقها حتى بعد الاستضامة محطة هوبكين علقت رحلات القطارات إلى فترة ما بعد ظهر وشركة نيوجرسي ترانزيت المشغلة للقطار المتضرر ستستمر في تعليق رحلاتها حتى يتم إصلاح الأضرار فيما يعمل المحققون على تحديد ملابسات الحادث مشاهدين شاهدنا كل من الأحداث المحلية والقارية الآن بعد هذا الفاصل نذكركم بالأناوين الرئيسية مدينة التوبا نظم سكانها اعتصاما هاشدا استنكر فيه عدم وقوف السلطات المسؤولة معهم في مشكلة الفيضانات وفي تحقيق صحفي بضحايا ذاكرة ذكر مسؤول المدارس الابتدائية أن الأديث من هذه المدارس غير جاهزة للاستقبال الطلاب في الموعد المحدد ويعاني مواطنين الأمورفيل من مشكلة عدم توفير المعدات اللازمة للقطاع الزرائي ومشاكل أقرة عديدة بشكر شخصي جاني جوب على العدادة الفني ومع السلامة إلى اللقاء